احنا منتكلم عن لوجيستكس كتير مؤخراً والمصطلح نفسه بقى منتشر جداً وإن كان معناه مش منتشر لا أنا هشرحولك بمنتهى البساطة برغم أن احنا بندرس لوجيستكس في مصر بقالنا سنين وبقى عندنا أقسام خاصة بلوجيستكس في مختلف الكليات هشرحولك بمنتهى البساطة فضل من غير ما نخش في الكلام اللي بنقوله في الجامعة أنا أي حاجة قدامنا الوقت لو ما كانش فيه لوجيستكس مانجمنت سيستم مش هتبقى موجودة الطفاية المعدن دي أساسها معدن جاي من المنجم عشان ينقل من المنجم أنه يروح لمصنع يصهر ويتعامل منه طفاية ويجيلك ده لوجيستكس وجود في البيت عند حضرتك الكورنر تيبل والكوكتيل تيبل ما في هاش شارب إيج عشان ما تعورش البيبي ده لوجيستكس باب الشارع في حد ذاته اللي بهنج ده لوجيستكس إذن اللوجيستكس هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن فكر بيرتبط بتسليم المنتج اللي أنت عايزاه المنتج المناسب بالنسبة للمطلوب له سواء دولة سواء إنسان سواء بيت سواء مصنع سواء مزرعة محتاج منتج فعايز المنتج المناسب طب المنتج ده لو جاله بكميات أقل بأي فايدته يجب أن يروح للعميل المناسب عشان يروح له بالكميات اللي هو عايزها مش كميات النقصة أو الزايدة لأن الزيادة إحنا بنسمي المخازن النسيساري إيفل الشر الذي لابد منه كان زمان النهار ده المخزن والمركز اللوجيستي بقى حاجة ضرورة جدا وكلنا لسه بنتكلم عن إن المواني ما تبقاش مخزن المواني منطقة عبور تخش جوه وتطلع على مين أعلى أبدا يبقى إذن التسليم المنتج المناسب للعميل المناسب بالكميات المناسبة الجودة المناسبة إيه فايدة إن أنا جيبها متطبقة مش هتتحطى عنده حدرتك يجيلك الحاجة متكسرة إيه فايدة بعد كده التوقيت بتاع الحاجة يعني أنا النهار ده ينفع روح أشتري ميوهات وإحنا بنخلص موسم هنروح لشتري حاجات شتوية أو ديمي سيزون أو موسمية يبقى التوقيت برضو حاجة مهمة الدراس المشتري حاجة مدارس مدارس سيزونة موسمية لفكرة صحيحة يبقى منتج مناسب لعميل مناسب كميات مناسبة جودة مناسبة في التوقيت المناسب ووقت مناسب نخش بقى في حتتين مهمين جدا في اللوجيستيكس مكان مناسب وده ميزة الموانئ وفي نفس الوقت سعر مناسب لو فكرنا بالطريقة دي يبقى كل فكرنا لوجيستيكس لإن الفلوس بتتكلم يبقى لازم الفلوس تخش في التكاليف لازم تتفكر فيها صحة طب مصر عملت إيه ونقصها إيه؟ يعني إحنا عندنا خمسة رانك ده على مستوى العالم الأول هما إيه؟ وعملنا إيه ونقصنا إيه؟ إحنا عندنا نمر واحد من الخمسة بتوعنا بورسعيد بس أنا برضا أقول لحضرتك بورسعيد العالم طبعا آه على مستوى العالم بورسعيد نمر 17 في الرانك ده هو رانك ده عشان سيادك تكون عارف بس هو رانك بيسموه اللوجيستيكس بروفورمانس إنديكس LPI يعني إيه؟ يعني قياس الأداء اللوجيستي للميناء البحري الأداء اللوجيستي من بورسعيد إيست 90% ترانزيت يعني مفيش 10% بتدخل عشان كده هو أخذ أداء عالي ليه؟ لأن الجمارك بتاعته سهلة جدا البنية التحتية بتاعة بورسعيد إيست سهلة جميلة جدا التتبع للبضاعة رائع ايكواليتي بيطبع ايكواليتي أشورانس التطبيق الجودة الشاملة والإجراءات الكمولوجية فهو عنده الست معايير بس في نفس الوقت لما نيجي نقسها نلاقي 90% ترانزيت عكس اسكندرية اسكندرية نمر 172 آه كويس بس 172 بتتطور فتحوا فيها كونتينر تير من الغير الأديمة بعمل تطوير كبير جدا في عملية استقبال الركاب بيعمل expansion gamut بس في النهاية ارتباطه بالنهر النيل قليل جدا رغم أنه عنده وارتباطه بالسكك الحديدية قليل رغم أنه عنده نحن النهار ده أما يكون بينقل في مصر 750 مليون طن خمسة مليون طن بس اللي بتنقل بالنهر ينقل بسكك الحديدية ده داخليا 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 انترنل